أعود لك مستشار سالم بما يتعلق بالذي طرحته الدكتورة حول شكل الحياة العامة في الأماكن العامة وفتح أجواء السفر لكن إما قيمنا الحالة يعني لا يمكن أن تكون حالة الدول سواء المملكة العربية السعودية اليوم تسيطر أعداد الإصابات اليوم وأمس تصل إلى أقل من 200 لكن دول أخرى تتجاوز مئات الألاف الإصابات فيها لو فتحت الأجواء بين السعودية والدول الأخرى هل يشكل عودة للمربع الأول هذا ما نخشى؟ يعني هذه أحد الاحترازات في تقديري وكل الاحترازات التي أتخذت على الأقل في المملكة العربية السعودية هي تمنع في شكلها العام وفي هدفها العام العودة للمربع الأول هذا رقم واحد الشيء الثاني حتى عودة الناس عندنا في المملكة العربية السعودية يعني عندما تفتح الأجواء ويعود السفر سيكون هناك مثلا عودة للحج والعمرة وهذه تشهد أعداد بشرية كبيرة وخطورة هذا المرض أنه ينتشر بين المجميع بشكل من واحد إلى كل ثلاثة أشخاص فنتمنى أن لا يعود الموضع إلى المربع الأول لكن هناك جزئية ربما تساعد في أن لا يعود الوضع إلى المربع الأول وهي يعني الجزئية وأنا أعتقد أنها جزء قانوني وهي اختيار الناس في من يريد أن يتناول أو لا يتناول اللقاح يعني في أحاديث في الحقيقة على بعض المواقع الأوروبية عن أن السفر عندما يفتح والتنقل بين البلدان سيكون أحد مسوّغات السفر يعني ربما مثل جواز السفر هو اللقاح ضد كوفيد 19 يعني هذا في رأيي يعني شق قانوني لاختيار الناس وعدم اختيارهم ولكن من أراد أن يتنقل فعليه أن يكون آمنا في نفسه الشيء الآخر أن يكون آمنا للجهة التي سيذهب إليها البلد يعني حاج أو معتمر عندما يأتي المملكة يعني يجب أن يكون هناك احترازات بأنه يعني في أحسن حالاته الشيء الثاني أن لا يفسد يعني على هذه المجميع يعني حضورهم الديني والروحي بأن يحملهم الفيروس يعني العملية في تقديري هي مترابطة وأنا أشك في الحقيقة يعني مع استمرار الاحترازات والخوف من الرجع للمربع الأول سيكون هناك نقاط مهمة على الفرد نفسه ثم ستكون بشكل كامل في المطارات في الطائرات أثناء الرحلات في يعني أطواقم الطبية كل هذه الأمور في تقديري سيكون لديها يعني ما يكفي من الاحترازات بألا نعود إلى شبه المربع الأول ترجمة نانسي قنقر